هل تعتقد أن الإجراءات المالية العقابية الأمريكية ستساعد الحكومة العراقية على وقف غسل الأموال والإحتيال والفساد؟ لا هي الحقيقة لم توقف يعني حتى السيد رئيس الوزراء في حديث في واشنطن أشار إلى أن هذه الإجراءات وهذه العقوبات وتطبيق معايير الامتثال يعني وصلنا إلى 80% بعملية السيطرة والضبط فأنا أعتقد أنه لا يزال هناك هامش اللي هو 20% لا يزال واسع ولا يزال كبير في مجال عمليات التهريب الأموال وغسل الأموال نحن الحقيقة عندما ندخل بتفاصيل هذا الأمور نجد أنه من يزيد الأنفاق الحكومي بالموازنات العامة يعني هذا سابقا كانت هي البوابة الكبرى لعملية تهريب وغسل الأموال يعني النهب من المال العام هو اللي كان يذهب ليس بالتجارة يعني التاجر لا يهرب أمواله التاجر يحول أمواله حتى يستورد سلع ويضايع أنه 90% من حاجة السوق المحلية نحتاج إلى استيراد أرباحه القانون يجيز لأنه يحولها لكن من يهرب هذه الأموال هو هذا السؤال المهم النهب من المال العام سواء كان سياسيين أشخاص لهم علاقات بسياسيين مقاولين مرتبطين بسياسيين هو هذا اللي كان يجري عملية الضبط الآن 80% نعمل أنه ترتفع إلى مستوى أعلى ربما نصل إلى 90% لكن لن نستطيع أن نقطع هذا دابر هذا الأمر ستستمر عمليات غسل الأموال ستستمر عمليات تهريب الأموال وهذا موجود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية يعني كل الدول تعاني من هذه المشكلة لكن ليست بالصورة التي كان يشهدها العراق ترجمة نانسي قنقر